أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير في دورة الأترجة وهذا المجلس الثاني في سورة مريم يبدأ من قول الله عز وجل فحملته فانتبذت به مكانا قصية بينا في المجلس الأول كيف أن مريم عليها السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لتتفرغ للعبادة وتخلو بربها جل وعلا فجاءها جبريل ومعه البشرى بأن يهب لها بإذن الله غلاما زكية واستغربت ذلك وقالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية قال الله عز وجل فحملته أي من حين ما نفخ فيها من روح الله عز وجل حملته حصر الحمل فانتبذت به مكانا قصية أي ذهبت إلى مكان بعيد وهو بيت لحم الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام وغابت لماذا؟ لأنها كانت تخشى من الفضيحة والعار تخشى أن تتهم بما هي بريئة منه عليها الصلاة والسلام فانتبذت أي أبعدت وانفردت به أي بحملها مكانا قصية أي بعيدا عن بيت المقدس فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي ألجأها المخاض أي الحمل إلى جذع النخلة تكأت على جذع النخلة تريد أن تستعين عليها من شدة ما أصابها من الطلق الذي يصيب النساء عند الولادة وهل حملت به كما تحمل النساء تسعة أشهر؟ قيل هذا وقيل إنها حملت به ثمانية أشهر وليالك استغربت حياته لأن العادة أن الذي يولد في الشهر الثامن لا يحيا وقيل إنها حملت به في نفس الحال وولدت من حين ما نفخ جبريل فيها والذي يظهر والله أعلم أنها حملت به كما تحمل النساء ولم يجري عليها شيء غريب في هذا الباب لكن لما بدأ يبدو بطنها ويظهر ذهبت إلى مكان بعيد لتعالج أمرها وتنظر ماذا يحصل لها من خبر وتطلب رحمة الله عز وجل في أن ينقذها من الورطة التي هي تتوقعها ولكن رحمة الله عز وجل أعظم من توقعاتنا نحن وتأتي من حيث لا نحتسب قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا فأجاءها المخاض أي ألجأها المخاض إلى جذع النخلة وانظروا إلى رحمة الله أن المخاض ألجأها إلى جذع نخلة وليس إلى جذع شجرة ولا إلى جدار لماذا؟ لتحصل الآية الأخرى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية خشيت من العار وخشيت أن تتهم بما هي منه بريئة فهي عاشت على الطهر والنقاء والسمعة الطيبة والآن سيجد الناس مساغا للقدح في عرضها والكلام في شرفها وعفتها فتمنت أن لو كانت ماتت قبل أن يحصل لها هذا الأمر يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية فإن قلت أليس قد وعدها جبريل بأنه سيكون رحمة وأنه سيكون آية يقال نعم هذا صحيح لكن الإنسان يبقى بشرا هو ينظر إلى رحمة الله فيطمع وينظر إلى ما سيقوله الناس فيخاف يعني لما أقول لك مثلا هل تريد أن تحفظ القرآن تقول نعم والله أتمنى ذلك من كل قلبي أقول سيكون حفظك للقرآن بعد أن تمرض مرضا يقعدك عن الناس فأنت ترجو أن تكون حافظا لكتاب الله وتخاف من المرض الذي يتعلم منه كل إنسان أو أقول لك نعم ستحفظه ولكن في السجن فأنت ترجو أن تكون حافظا حاملا لكتاب الله عز وجل ولكن تخاف في وقت ذاته من السجن وأتعابه وألامه النفسية هذه طبيعة للإنسان قال الله عز وجل وكنت نسيا منسيا أي لا يعرفني أحد ولا أعرف أحدا ولم أخلق ولم يمر به هذا الأمر قال الله عز وجل فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريع انظروا يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى من كمال رحمته ما يدع العبد الضعيف وحده وإذا تصورنا أنها فتاة صغيرة يقال إنها حملت به وهي في الخامسة عشر من عمرها وهي ضعيفة وليس ثنبيا لأنه ليس من النساء نبي يعني ما يوحى إليها هذه الحالة من الضعف سيكون لها هذا الشأن أو هذا الشيء الذي ينكره الناس لا بد أن يكون لها آية من عند الله عز وجل يطمئن به قلبها ويسكن به فؤادها وتعرف فضل الله عليها وأن الله جل جلاله لن يسلمها وليخذله فماذا حصل لما وضعت ناداها من تحتها فإن قيل من هو الذي ناداها قيل كل الضمائر عائدة إلى شيء واحد وهو عيسى لأن الله قال فحملته حملت من عيسى فانتبذت به أي بعيسى مكانا قصيا فعجاءها المخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من هو أي عيسى من تحتها لأنه قد خرج من مكان الخروج المعروف ألا تحزني هذا قول ويؤيد هذا القول وهو أن المنادي هو عيسى القراءة الأخرى وهي قراءة شعبة وغيرها فناداها من تحتها أي الذي تحتها وهو عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأصح من قول المفسرين والقول الآخر فناداها أي جبريل من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فالصحيح أن المنادي هو عيسى عليه الصلاة والسلام وليس جبريل ولماذا يناديها عيسى لتعرف أن عيسى يتكلم وأنه سيدافع عن أمه وليالك عندما قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرته الرحمن صوما هي تعلم أنها إذا قالت إني نذرته الرحمن صوما أنه سيقوم بالمهمة ويبر ساحة أمه لماذا؟ لأنه تكلم قبل في سامعت كلامه لو ما تكلم قبل تقول يا ربي ماذا أفعل؟ كيف سأشير إليه؟ كيف سأقول إني نذرته الرحمن صوما؟ من سيبرئ ساحتي؟ وقال لا يطمئني الآن أريناك ماذا حدث من هذا الغلام الذي خرج منك قال قد جعل ربك تحتك سريا قيل في سريا غلاما سريا أي نجيبا نبيلا والذي يظهر قد جعل ربك قد جعل ربك تحتك سريا أي جدولا فيه ماء ولم يكن في الأرض ماء وهذا هو الظاهر قال بعض فسرين العرب لا تقول رأيت نبيلا وأنت تريد رجلا نبيلا بل يقول رأيت غلاما نبيلا أو رجلا نبيلا فيأتون بذكر الرجل أو الغلام هذه عادة العرب فلو كان يريد عيسى لقال قد جعل ربك تحتك غلاما سريا إذن فالصحيح أنه قال قد جعل ربك تحتك سريا أي جدولا فيه ماء بدليل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي إيش واشربي من أين شربي إلا وقد جعل ربك تحتك سريا أي جدولا فيه ماء وهزي إليك بجذع النخلة الآن كانت متكئة على النخلة يقال إن النخلة كانت يابسة فأحياها الله عز وجل كما عجر الماء ولم يكن ماء وهذا من قدرة الله عز وجل حتى تطمئن هذه المرأة إلى أن الله عز وجل سيؤيدها ولم يخبرها قال وهزي إليك بجنع النخلة طيب لماذا لم يسقط الله عز وجل التمر أو الرطب عليها من دون هز لأن الأشياء في العادة الجارية لا تنال إلا بالأسباب وإلا لو شاء الله عز وجل لقال هذا إناء فيه رطب كلي منه لا هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طيب لماذا لم يكن رمانا أو عنبا أو غيره من الفواكه والثمرات لأن الرطب آفيد ما يكون للمرأة النفساء قد كان السلف يوصون بهذا يوصون به المرأة النفساء وأثبت الطب الحديث هذا العمر وقالوا إن الرطب فيه خاصية قطع النزف لأن المرأة النفساء قد تعاني من النزف الشديد الذي يذهب بدمها ويذهب بقواها وله أيضا فوائد كثيرا منها كونه يحمل سكريات خفيفة يستفيد منها الجسم ويعوض بها النقص الذي يحصر له بسبب هذا الضعف العظيم الذي يكون من جراء الولادة قال تساقط عليك أي تتساقط عليك رطبا جنيا تجتنينه فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا الماء الذي تحتك وقر عينا أي اطمعني فلن يخذلك ربك ولن تري إلا ما تقر به عينك وقد جعل الله لك هذا الولد العظيم الذي سيكون من أولي العزم من الرسل وسيكون آية من آيات الله العظمى في الكون كما بيّن الله عز وجل في قصة عيسى في عدد من سور القرآن قال فإما ترين من البشر أحدا إذا رأيت أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي تكلمي بهذه الكلمة أنا صائمة على الكلام وكان هذا مشروعا في دينهم إني نذرت للرحمن صوما وهو محرم علينا في ديننا لا يجوز الإنسان أن ينذر أن يتعبد لله بالصوم على الكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني لا تسألني عن شيء قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله لماذا لم يقل فأتت به قومها ويكتفي بذلك لأنه يحتمل أن يكون أتت به وهو يمشي لا أتت به وهو طفل رضيع لا يكون منه إلا ما يكون من أطفال الرضع الذين لا يعون ولا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون إلا الشيء الذي يتاح لهم في تلك الفترة من العمر فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا عظيما لا يليق بك وقد سارعوا إلى اتهامها وهي امرأة صالحة عابدة لا تعرف إلا في البيت المقدس قد نذرت نفسها للعبادة وسارعوا إلى قذفها بهذا الذي هي عليه من دون بينا كانت أجذر بهم أن يسألوها ما هذا الذي معك؟ من أين لك هذا الطفل؟ حتى يتبين لهم الأمر لقد جئت شيئا فريا فقدفوها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون قيل لأن لها أخا من أمها أو من أمها وأبيها اسمه هارون كان رجلا صالحا أو أنه رجل صالح في زمانها يقال له هارون فهم يقولون يا شبيهة ذلك الرجل الصالح كيف تأتين بهذا الولد وما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وقيل يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون عليه الصلاة والسلام الذي هو أخ موسى وقد كانت هي من نسل هارون وليست من نسل موسى يا أخت هارون وكانوا يسمون كما ورد في الحديث على أنبيائهم المهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان إنسانا معروفا بالفاحشة وبالخبائث والقاذورات وما كانت أمك بغيا لم تكن تمارس الزنا وتعتاده فكيف أنت فعلت ذلك إذن هم اتهموها وحققوا التهمة وكان الأجذر بهم إذ لم يظنوا بها الظن الصالح أن يسألوها وأن يتأكدوا ويتثبتوا قبل أن يلقوا بالتهمة على عواهنها وهذا الذي حصل لها مثل الذي حصل لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما حصل لها في قصة الإفك المعروفة في غزوة بني المصطلق لما فقدت شيئا من عقدها ذهبت لتبحث عنه فذهب الجيش وتأخرت في البحث فلما جاءت إلى مكانهم وجدتهم قد ارتحلوا وهم لم يعلموا عنها لأنها كانت خفيفة النحم فحملوا الهودج ووضعوه فوق البعير وساروا بها يظنون أن عائشة فيه فلما جاءت لم تجد أحدا قالت فعلمت أنهم سيفقدوني فيأتون إلي فبقيت في مكاني فلما استنار الصبح جاء صفوان بن معطل وكان رجلا يبقى من بعد الجيش من عجل أن يحمل المفقود ويردف من تأخر ونحو ذلك فلما رأى عائشة ما زاد على أن استرجع المهم أنه أناخلها راحلة ثم أركبها ولم يكلمها بكلمة فلم يدرك القوم إلا في وضح النهار وكانوا قد استراحوا فلما جاءت الناقة وعليها عائشة ويقودها صفوان قالوا قد فعلت معه الفاحشة حشاها من ذلك وواقعوا في عرضها وما خطر ببالها رضي الله تعالى عنها أرضاها ذلك ولا علمت به إلا بعد شهر من حديثهم في هذا الأمر وخوضهم فيه وما علمت إلا من أمي ما اسمه والصحابي مصطح بن أثافة لما قالت تعسى مصطح قالت تبا لك أتسبين رجلا من أهل بدر فقالت أما سمعت ما يتحدث الناس به لأن مصطح كان ممن خال في عرضها قالت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمرها شيء لكنه لم يتكلم في شأنها بشيء عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يلقي كلمة إلا ببينه فهو سأل وتثبت ولم يعلم عن أهله إلا خيراً ولم يقل لها شيئاً عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى أهلها وحصل ما حصل مما تعرفون وجاءت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم من العجائب في هذه القصة أن الإمام الباقلاني رحمه الله في القرن الخامس الهجري لما ذهب برسالة من عضد الدولة البويهي إلى ملك الروم وأراد عضد الدولة أن يري ملك الروم عالماً من علماء المسلمين وذكياً من أذكياء الدنيا فملك الروم جمع البطالكة وقساوسة والرهبان من أجل أن يحرجوا الباقلاني فكان من ضمن ما قالوه له قال له أحدهم يا إمام ذكر لنا أن امرأة نبيكم قد اتهمت بالفاحشة يريد من ذلك القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الباقلاني نعم هما مرأتان ذكرتا في القرآن بسوء وبرأهم الله أما إحداهما فجاءت بولد وما أن الأخرى فلم تأتي بشيء قال فبهت الذي كفر يعني إن كان إحداهما تريد أن تلصق بها الفرية فمريم أولى وأنت تنزه مريم ونحن ننزه عائشة وننزه مريم فإن أصررت على الاتهام فهذه التهمة لازمة لك في مريم لأنها جاعت بولد وعائشة لم تأتي بولد فبهت الذي كفر وعرفوا أنهم أمام أمام ذكي من أذكياء العالم وأنهم لا طاقة لهم به وقصته طويلة جدا جمعتها في كتاب صغير لعلكم ترجعونها قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه سبحان الله في قصة زكريا حبس الله لسانه ولم يستطع الكلام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ليكون ذلك دليلا على حمل امرأته بيحيا وهنا أمرها الله عز وجل أن تسكت لتكون الآية العظمى يعني جعل الله الصمت في القصتين دلالة على شيء متصل بالقصة فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي يعني تقول كيف نكلم من كان في المهد صبي قال إني عبد الله سبحان الله عيسى عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة كان الأجدر والأولى في نظرنا أن يبدأ بماذا بقصة أمه فيبرئها يقول أمي ليست زانية ويكتفي بهذا لا بدأ بحق الله أولا لأن حق الله أعظم من حق أمه حق الله في التنزيه ونفي الشريك أولى وأعظم من حق أمه لأن أمه لو اتهمها الناس ورموها بالزنا ثم رجموها بالحجارة وكانت مظلومة بذلك كان لها عند الله الجزاء العوفة ولقيت ربها عز وجل ودافع عنها في الآخرة وما يضيرها ذلك فكم من اتهم كم من عباد الله من اتهم ثم ظهرت براءته قال الله عز وجل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أول كلمة نطق بها أنا عبد لله وفي هذا أعظم الرد على من على النصارى الذين غلوا فيه فجعلوه إلها أو ابنا للإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال آتاني الكتاب أي سيؤتيني الكتاب وجعلني نبيا أي سيجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أي قد جعل الله عز وجل في بركة في كل مكان أكون فيه واختلفت عبارات السلف في بيان نوع هذه البركة والصحيح أنها بركة عامة شاملة فمنهم من قال مباركا أينما كنت أي معلما للخير ومنهم من قال آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر والصحيح أنه مبارك يعني فيه بركة على كل من يأتي إليهم وفي كل مكان ينزل فيه وعلى كل من يصحبه أو يلازمه أو يجلس إليه أو يستمع منه أو يهتدي به جعلني مباركا أينما كنت وهذه من صفات المؤمن يا إخواني المؤمن طيب لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج منه إلا طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شجرة كالمؤمن لا يتحات ورقها قال فذهب الناس في شجر البوادي قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فقال رسول الله عليه وسلم هي النخلة لماذا؟ لو نظرت إلى النخلة سبحان الله كلها فوائد قد عد بعض الناس ما فيها من الفوائد فوجدوها بالمئات ما هو بالعشرات؟ بالمئات في كل شيء في سعفها وفي أقنائها وفي جذعها وفي كربها وفي ليفها وفي خوصها وفي تمرها ورطبها وفي نواها وفي كل شيء منها فالحاصل أن المؤمن كما قال عيسى وجعلني مباركاً أينما كنت وأنا أصيك يا أخي أن تدعو الله أن يجعلك مباركاً أينما كنت في بيتك وفي شارعك وفي مسجدك وفي عملك وعلى من تصاحب وعلى من تطلب العلم عنده وعلى من يطلب العلم عندك وعلى كل أحد وإذا دخلت على قوم قل واللهم اجعلني مباركاً على نفسي وعلى أهلي وعلى أهلي هذا البلد أو على هؤلاء الناس فينزل الله عليك بركة خاصة ويجعلك أينما حللت وارتحلت مبارك يأتي الخير معك تدل الناس على الخير تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر تنصحهم قال الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أوصاني بالصلاة أي أمرني بها أمراً مؤكداً والصلاة دين الأنبياء كلهم ما من نبي إلا أمر أمته بالصلاة ليست الصلاة قاصرة على أمة محمد بل هي في الناس وفي الأنبياء كلهم وأركان الإسلام كلها يا إخواني مما اجتمعت عليه الأنبياء الشهادتان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام أو الصوم والحج كل هذه الأركان موجودة في الأمم السابقة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كأني بأخي موسى كأني بأخي موسى هابطاً من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف من ميناء وهو المسجد المعروف الآن هذا مكانه قال صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً ما يدل على أن الأنبياء حج بيت الله الحرام وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما جدد بناء البيت كما قال كثير من العلماء وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بيت معروف من عهد آدم لكن اندثر في زمن من العزمان قد يكون بعد الطوفان فجاء إبراهيم وجدد بناءه قال الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة الزكاة المعروفة زكاة الأموال وهذه أيضاً شريعة من شرائع الأنبياء ما دمت حي أي مدة حياتي وهذا فيه الرد على غلاة المتصوفة الذين يرون أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف هذا عيسى يقول أوصاني بالصلاة وهو من أولي العزم من الرسل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وهؤلاء يقولون يمكن الإنسان أن يصل إلى مرحلة لا يقوم فيها بشيء من التكاليف قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبراً بوالدتي بعدما انتهى من حق الله بدأ بحق أعظم الناس حقاً عليه وهو ليس والده وإنما والدته لأنه ليس له أب وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً وسمي البر بالوالدة براً أو بالوالدين براً مأخوذ من البر والبر سمي براً لأنه سعة فيقال بر لماذا؟ لأنه واسع والبر منه لأنه واسع لا حدود له ليس البر في السلام ولا في المال ولا في الطعام ولا في المصاحبة بل البر يشمل كل ما تتصوره وما لا تتصوره وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً لاحظوا في قصة يحيى قال جباراً عصياً وهذا يدلنا على أن جبروت الإنسان يمنعه من البر فإذا رأيت جباراً فأعلم أنه عاق لوالدين هذا الجبار الجاف الغليظ لا يكون مع والديه إلا عاقاً فإذا ملأ الله عز وجل قلبه رحمةً وحناناً ولطفاً ويوم أموت ويوم أبعث حياً يعني يطلب السلامة من الله عز وجل أو أن الله قدر له السلامة في هذه المواطن الثلاثة التي يحتاج الإنسان فيها إلى السلامة والتسليم من الرب الكريم يوم يولد يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم أي هذه حقيقة عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أقول قول الحق هذا هو الحق الذي لا مريت فيه ولا شك الذي فيه يمترون هذا الحق يمتري فيه النصارى ويمتري فيه اليهود فأما اليهود فقد جفوا في حق عيسى فاتهموه بأنه ابن زنا قاتلهم الله وعما النصارى فغلوا في حق عيسى حتى جعلوه إلها أو ابن للإله تعالى الله عما يقولون علوا كبير أما الحقيقة فهي أنه عبد لله كما صرح عيسى بنفسه إني عبد الله والعجيب أنه ليس في نصوص الإنجيل آية واحدة تدل على أن عيسى رب أو ابنا للرب وإنما كل الآيات تدل على أنه صفي لله مختار مصطفى مجتبى لكنهم أولوها على مذهبهم الفاسد وجعلوا معنى ذلك أنه ابن لله وهذه الحقيقة العظيمة التي ينافح النصارى عليها ويجعلونها أساس دينهم سبحان الله هي أوهى شيء من حيث الدلالة حتى من كتابه مثل ما يفعله الرافضة فيجعلون ركن الدين الأعظم الإمامة فيقولون من لم يؤمن بالإمامة لا دين له ولا يقبل منه لا توحيد ولا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج وهي أن تعتقد إمامة العيمة الاثنين عشر نحن نقول لهم هذا هو القرآن بين أيديكم أخرجوا لنا آية واحدة على هذا الركن الأعظم الذي جعلتموه محل عقد الإيمان أو الكفران آية واحدة فقط نريد آية واحدة حتى تحتجوا بها كم في القرآن من آيات التوحيد عشرات ولا مئات يمكن هي ألوف كل آيات القرآن تدل على التوحيد طيب أين هي آية الإمامة؟ ما وجدوها؟ ولن يجدوها راحوا ألفوا سورة سموها سورة الولاية أو غيرها وافتروا أن القرآن الموجود بين أيدينا هو ثلث القرآن الذي أوحاه الله إلى محمد وأن ثلثي وهو قرآن فاطمة سيأتي به المهدي عندما يخرج من سردابه الذي اختفى فيه منذ أكثر من عشرة قرون من أجل أن يغلفوا كذبتهم بما يختارون قال الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولده فالله غني عن كل أحد لم يلد ولم يولد سبحانه نزه الله تنزيها تاما عن الولد وعن النقص وعن كل مشابهة للمخلوقين إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما حقيقة عيسى أنه خلق بالكلمة قال الله كن فكان فما الذي تستغرب له من حاله هم يقولون انظروا كيف جاء من أم بلا أب هذا يدل على أنه ابن لله انظر لهذا الدليل الواهي قال الله عز وجل في سورة أهل عمران ماذا يحتج عليهم إنما مثل عيسى كمثل آدم يعني إن كنتم قد استغربتم من حال عيسى فحال آدم أغرب منه لأن آدم قد خلق من غير أب ولا أم فما الذي تستغربونه في حال عيسى قال الله جل وعلا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا إما أن يكون من كلام الله عز وجل أو يكون من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى أي الحالين فالمعنى واحد وإن الله ربي وربكم فاعبدوه آسف وإما أن يكون من كلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أو يكون من كلام عيسى الذي نقل في القرآن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده ولا تشرك معه أحدا سواه هذا صراط مستقيم أي موصل إلى الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم أي اختلف الناس منهم من ألها عيسى ومنهم من سب عيسى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أي ويل لهذين الصنفين المختلفين وهم من ألها عيسى أو سبهوا واعتقد أنه مفتر على الله عز وجل وسعوا في قتله كما فعلت اليهود فويل للذين كفروا وهنا أظهر في مقام الأضمار ما قال فويل لهم من مشهد يوم عظيم ليبين حكمهم وهو أنهم قد كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر أي ما أشد سمعهم وأشد بصرهم يوم يأتوننا أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم في ذلك اليوم وما أبصرهم في ذلك اليوم لكن ماذا ينفع السمع والبصر في يوم لا تكليف فيه إنما ينفع السمع والبصر في هذا اليوم الآن ما دام عندك قدرة على أن تؤمن أو تكفر تكذب أو تصدق هنا ينفعك السمع والبصر أما إذا جئت يوم القيامة وقلت آمنت وقلت صدقت وأنا كنت مخطئ ما ينفع أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي عندما يأتوننا ما أسمعهم وما أبصرهم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أي في يوم القيامة وأنذرهم يوم الحسرة لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين أي في انحراف ظاهر عن الحق وأنذرهم أي حذرهم يوم الحسرة اليوم الذي يتحسر فيه كل أحد يتحسر فيه الكافر على كفره والظالم على ظلمه والباغي على بغيه والمعتدي على عدوانه بل يتحسر فيه حتى المؤمن على تقصيره في أن لم يبلغ المنزل التي كان يتمنى أن يبلغها ويسعى إلى بلوغها هذا يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ حكم الله عز وجل وفصل بين العباد فقضى الأمر بأن جعل للجنة أهلا وللنار أهلا وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها نحن نريث الأرض فلن يبقوا فيها فما الذي يجعلهم يتمادون في كفرهم ويستجيبون ويتبعون أهواءهم وشياطينهم وآئمتهم الضالين ألأنهم يظنون أنهم سيبقون ويعمرون ولن يموتوا ولن يقابلوا ربهم قال الله عز وجل إنا نحن نريث الأرض ومن عليها الأرض ستعود إلينا نحن الذين خلقناها ومن عليها سيعودون إلينا ولن يبقى شيء من الملك لأحد إلا الله ولذلك الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قال وإلينا يرجعون أي يردون فنحاسبهم ونجازيهم أسأل الله سبحانه وتعالى لمن وكرمه أن ينفعني وإياكم بكتابه وكلامه وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبارك ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة